شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع الدورة 130 للمجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية وقد أصدر المجلس بياناً دان فيه بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين مؤكداً أن هذا العمل الإجرابي الجمان الذي خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين والمقيمين فيها كما شدد المجلس على ضرورة أن يمثل كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي أمام العدالة وأكد المجلس تأييده لبيان مجلس وزراء البحرين والذي أدرج فيه عدداً من الجماعات ومن يتحالف معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية ويدعو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإدراج هذه الجماعات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب وأعرب المجلس عن وقوفه ودعمه الكامل لمملكة البحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها كما تقدم المجلس الوزري إلى حكومتي مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة بأحر التعازي متمنياً للمصابين الشفاء العاجل بالإضافة إلى ذلك السنكر المجلس الوزرية تصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشان مملكة البحرين معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية مؤكدان المجلس على موقفه ثابت بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ لحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة كما أكد المجلس على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي وتم خلال الاجتماع أيضاً بحث تطورات عدد من القضايا السياسية دولياً وأقليمياً